ما هو غفران دم يسوع وكيف يمكنني أن أختبر عمل هذا الغفران في حياتي أولا المشكلة يا حبائي أن الناس أنا متأسف أن أضطر أعمل هذا الانتقاد بس أنا مضطر عشان أعلم يعني أن كثرة من الناس وأيضا من المعلمين يبنون إيمانهم وشرحهم للعهد الجديد ولإنجيل المسيح بناء على العهد الأديم العهد الأديم يا جماعة ليس هو العهد الجديد دول كتابين مختلفين ده لهوت مختلف عن هذا كل شيء مختلف هل هذا معناه أن العهد الأديم ليس موح به من الله لا العهد الجديد قال أن كل الكتاب موح به من الله والكتاب هنا بتتكلم عن العهد الأديم لأن كان لسه العهد الجديد ما تجمعش وقت ما تكتبت هذه العبارة هالمعنى هذا أنه ما نقراش العهد الأديم بالعكس الرب بقتبس من العهد الأديم ومش هنفهم تفاصيل الجديد اللي ما نقرى الأديم ولا الخطأ الكبير أنك تأسس الإيمان المسيحي على العهد الأديم ليه بقى؟ الخطيئة والغفران في العهد الأديم مؤسسين على النموس الشريعة هي الأساس بتقول لو سرقت توقع عليك عقوبة السرقة إلى آخره المسيح جي غير الكامدة القيلة للقدماء لا تزني أما أنا فأقول لكم ما النظر اللي يشتهي فقط زنا يعني إيه؟ يعني هو تحول بينا من الشرائع أعمل وما تعملش إلى القلب القلب اللي يحب اللي لا يشتهي يبقى انتقلنا من أعمل ولا تعمل ليه؟ أن تكون محباً أن تكون مقدساً شفت بقى الفرق شايفي الفرق فين؟ الفرق أنه إنسان العهد الأديم ما كانش خد عطية روح القدس لم يسكن فيه روح القدس فما تقدرش تطلبه بالجديد فما كانش له حال غير الشريعة في الأديم أعمل 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 لو ما عملتش تبقى كسرت الخطيئة كسرت الوصي وعملت الخطيئة العهد الجديد نقلنا لأن تكون قلبك يضغير تكون محباً تكون مقدساً تكون في المسيح تكون في الروح القدس ومن ثم فالغفران في العهد الأديم بقى معناه إيه؟ أنت أخطأت والغفران معناه الاعتذار حقك عليه يا رب زي ما كل ناس بتعمل غاية الوقت في الصلاة يقول له حقك عليه يا ربي يعني إيه حقك عليه يا رب أنت بتكلم مين؟ ده فدعة ما هو لسه متبرمج على العهد الأديم اخطيت يا رب سامحني إيش أعمل كده تاني اغفر لي اغفر لي هنا اهه متأسسة على الوصية وأنك كسرت الوصية والغفران أنه يقول لك ألاس أنا سمحتك لأنك قلت له حقك عليه يا رب الغفران في العهد الأديم زي ما شرحوا الرسول بولوس الرسول هو الصفح عن الخطايا السالفة بإمهال الله أهو يبقى التوبة ثمرتها الصفح بإمهال الله هو صفح بإمهال الله نروح لغفران في العهد الجديد عشان نفهم ونميز بعدما صنع تطهيرا لخطيانا في الرسالة إلى العبرانيين صح واحد فالغفران في العهد الجديد هو التطهير ليس الصفح طبعا مدامنا اتطهرت يبقى الصفح بالتابعية وارد خلاص فالغفران في العهد الجديد هو التطهير من حضور وسلطان الخطيئة اللي مستدبع بحضور إبليس ومن ثم يعني إيه غفران دم ياسوع غفران دم ياسوع هذا عبارة عن إيه غفران أنه الشرير بأفواه الشعب القاسي والكهنة طلب من بيلاتوس أن يسلمه للموت يبقى اللي حرض الناس دي صحيح الله وظف الشر لتحقيق مشيته لكن اللي عمل الموت إبليس اللي قال للناس اللي خلى الناس تصرخ أصلوبه أصلوبه إبليس فهو الذي جلب الموت على البريء المسيح قال منكم بكتني على خطيئة فهو بلا خطيئة فلما جلب عليه جلب الموت على البريء أدين إبليس الآن دينونة رئيس هذر العالم وطرح إلى خارج بقوة حياة التي في المسيح الغالبة للموت وللخطيئة طرحت إبليس شايف دم ياسوع يعني إيه؟ دم ياسوع يعني ببساطة بقى عشان أسهل العبارات يعني الغلبة والانتصار على الخطيئة وعلى إبليس دم ياسوع يعني قوة الغلبة والانتصار والتطهير من الخطيئة والغلبة على سلطان إبليس وهو ده معنى دم ياسوع طيب كيف أختبر الغفران في حياتي؟ يعني اختبر تطهير وغلبة وانتصار المسيح على إبليس إزاي؟ كيف أختبره؟ أنا بس بنقلك للشرح الأول قبل ما أقول كيف بقى كيف أن أأتي إليه بإرادة أمينة ترفض الخطيئة وترفض أعمال إبليس وتطلب منه هذا التطهير تقول لما أنا مش قادر أقوامه ما هو لهديك التطهير وما قال إيه اللي مطلوب منك؟ إرادتك ترفض بإخلاص في فرق بين أنك أنت اللي هتطهر نفسك هتش يطهر نفسك وإلا كان لازمة دم المسيح إيه؟ ولكن اللي هيفرق بين واحد والتاني مين اللي هيتطهر بدم ياسوع؟ اللي اختار بإرادته أن يرفض يعني أنا لو جيت بإرادة كاملة رافض الخطيئة ورافض عمل إبليس وطلبت من المسيح بإصرار ومصابرة مش كلمة كده أنا صليت وقلت يا رب سمعني وما سمعنيش وطلبت قوة تطهير دم ياسوع المسيح هل ستأتي قوة فوقانية تملأ كياني بالتطهير وبالتغيير أو ده اللي اختبرته في شبابي واللي الملايين اختبروه بمنتهى البساطة إنه هذا هو غفران دم ياسوع وتطهير دم ياسوع وهكذا تستطيع أن تختبره ترجمة نانسي قنقر